فيه الطاوى الصوت في الأمور والاعتناء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع قد لبسنا ثوب عز بعد تمزيق الرقاع ربنا صل على من حل في خير البقاع الحمد لله الواحد الديان والصلاة والسلام على نبينا العدنان أما بعد فيا أيها المشاهدون الكرام طيب الله أوقاتكم وكلأكم بنعيمه وهدأ بالكم وكل عام وحضراتكم جميعا بخير بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد أهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء إيماني يتجدد مع هذه الحلقة المباركة من برنامج هذا ديننا في هذا اللقاء المبارك نتحدث عن الدروس والعبر المستفادة من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فمن المعلوم أن حادث الهجرة النبوية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة من أكبر الأحداث التاريخية المفعمة بالدروس والعبر والمواعظ ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا منهاجنا من خلال كل تصرف يقوم به من أكبر الدروس المستفادة أخذ الحذر والحيطة نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يخرج إلى الهجرة لم يخرج علانية وإنما أخذ حذره وخرج خفية وأخذ بأسباب الحذر والحيطة واستعانى ببعض الأشخاص الذين من شأنهم تسهيل المهمة مثل عبد الله بن أريقت وعامر بن فهيرة وعبد الله بن أبي بكر الصديق وما شابه ذلك والقصة بأحداثها معروفة للجميع ولذلك لا أريد أن أغوص فيها حتى لا ينسل خبصات الوقت من تحت أقدامنا وهذا الموقف على خلاف موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يخرج إلى الهجرة ذهب وطاف حول الكعبة وقال لرؤوس المشركين شاهت الوجوه لا يرغم الله إلا هذه المعاطس أي الأنوف إني مهاجر امتثالا لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كان منكم يريد أن تثكله أمه أو ترمل ذوجته أو ييتم ولده فليتبعني خلف هذا الوادي وخرج في عزة وثقة في الله عز وجل ولم يلحق به أحد من المشركين وظلوا في ذلة وانكسار هنا قد يقول قائل هل كان عمر بن الخطاب أكثر جرأة وأكثر ثقة في الله عز وجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطبع لا ولكن عمر بن الخطاب كان تصرفه تصرفا فرديا أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتصرفاته تعد بمثابة تشريع للأمة الإسلامية على مر العصور والأزمان ولذلك لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على أسباب الهلاك لكان الواجب على أمته على مر العصور والأزمان أن يقبلوا على أسباب الهلاك ولكن الله عز وجل قال وَلَا تُلْقُوا بَأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةْ من حادث الهجرة تعلمنا حب الوطن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب مكة ولذلك وقف يخاطبها ويقول يا مكة أما إنك أحب البلاد إلي ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت ومع ذلك اعترف بحبه لوطنه رغم ما لاقاه فيه من الأزى وهذا يدلنا على أن الإبن الحقيقي للوطن لا بد أن يعترف بقدر وطنه لذلك لما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحاً وقد أعطاه الله القوة وكان معه جيش يربو عن عشرة آلاف مقاتل حافظ على مقدسات مكة ولم يفعل أي شيء من أفعال التخريب والتدمير وهذا هو الإنسان الوطني الحق يخاف على وطنه ولا يرضى له أي ضرر أو أذى مهما لقي فيه من عنات قديماً ذكروا فقالوا ظل رجل لا ينجب فترة من الزمن فأتى بغلام وتبناه ونسبه لنفسه وسماه باسمه وسماه محمدا وبعد فترة من الزمن شاء الله أن تحمل زوجة هذا الرجل حملاً طبيعياً فأنجبت غلاماً فسماه محمداً ثم حملت مرة أخرى فأنجبت غلاماً آخر فسماه محمداً أصبح للرجل ثلاثة أولاد اسمهم محمد محمد الأول، محمد الثاني، محمد الثالث ماتت الزوجة ولا أحد غيرها يعرف أن في الأولاد الثلاثة من ليس ابناً حقيقياً للرجل فلما حضرت الرجل الوفاة قال للجالسين حوله عبارة عجيبة قال كل محمد يرث إلا محمد فعجب الجالسون ترى أي محمد يقصد محمد الأول أم الثاني أم الثالث ومات الرجل فذهبوا إلى القاضي وكان رجلاً حكيماً، ذكياً، عاقلاً، أريباً، نجيباً قصوا عليه ما كان من شأن هذا الرجل قالوا لقد مات فلان وقبل موته قال كل محمد يرث إلا محمد وله من الأولاد ثلاثة اسمهم محمد محمد الأول ومحمد الثاني ومحمد الثالث قال أحضروا الأولاد الثلاثة وأدخلوهم علي واحداً تلو الآخر فأحضروا الأولاد الثلاثة وبدأوا بالولد الأصغر وأدخلوه إلى القاضي قال له القاضي يا بني أين أبوك؟ قال مات قال أتريد أن ترث؟ قال نعم قال إذن خذ هذه السكين واذهب إلى قبر أبيك وانبش القبر واقطع إصبعاً من أصابع يده واتيني به حتى أعطيك حقك في الميراث فصاح الولد قائلاً معاذ الله أن أنتهك حرمة أبي بعد موته لا أريد أن أرث وترك القاضي وانصرف أدخل الثاني الولد الأوسط قال له القاضي يا بني أين أبوك؟ قال مات قال أتريد أن ترث؟ قال نعم قال إذن اذهب إلى قبر أبيك وانبش القبر واقطع قف يده واتيني بها حتى أعطيك حقك في الميراث قال يا سيدي إنني أفضل أن أموت جوعاً على أن أخذ حقي في تركة ثمنها أن أعتدي على جثة أبي في قبره لا أريد أن أرث وانصرف أدخل الولد الثالث الولد الأكبر الذي كان من التبني قال له القاضي يا بني أين أبوك؟ قال مات قال أتريد أن ترث؟ قال بالطبع قال إذن فاذهب إلى قبر أبيك وانبش القبر واقطع ذراعه واتيني به حتى أعطيك حقك في الميراث قال الولد للقاضي يا سيدي أتريد الزراع فقط؟ إنني مستعد لأن أحضر لك الجثة كاملة مقابل أن تعطيني حقي في الميراث فأصدر القاضي حكمه وقال الأول والثاني يرثان أما الثالث فلا يرث لأنه ليس ابنا حقيقيا للرجل فالابن الحقيقي للإنسان يخاف على أبيه ويحزن لحزنه ويتألم لألمه وكذلك الابن الحقيقي للوطن يغار على وطنه ويتألم لألمه ويسعد بسعادته واستقراره وأمنه وهذا من الدروس التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها في حادث الهجرة النبوية من الدروس المستفادة من حادث الهجرة أن الطاعة لا تهلك أهلها المعية الإلهية لعنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق في الغار كان نبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا لعناية الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم معية الله سبب كل نصر وكل نجاة وكل فلاح فالطاعة لا تهلك أهلها تعلمنا ذلك من موقف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق ومن موقف الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه حينما نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتغطى ببردته وبثوبه الحضرمي الأخضر وهو يعلم أن العقل يقول إنه مقتول بسيوف كفار قريش ولكنه وثق في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يصيبك منهم أذى وبالفعل رغم أن العقل يقول إنه كان سيقتل إلا أن الله نجاه لأن الطاعة لا تهلك أهلها فالعقل يقول إن يونس حينما التقمه الحوت كان ميتا وهالكا لا محالة لأن العلوم الفسيولوجية تثبت أن درجة حرارة بطن الحوت لا يمكن أن تحتمل من شدة ارتفاعها ومع ذلك فقد نجى بفضل الله عز وجل العقل يقول إن إبراهيم حينما ألقي في النار كان هالكا لا محالة ولكن الله قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فالطاعة لا تهلك أهلها نأخذ هذا الدرس فإذا أردت مثلا أن تصوم في يوم شديد الحرارة فوسوس إليك الشيطان إنك ستهلك من شدة العطش اعلم أن الطاعة لا تهلك أهلها وإذا أردت أن تخرج لصلاة الفجر في ليلة قارصة البرودة فقد يوسوس إليك الشيطان إنك ستهلك من شدة البرد وقد تصاب بالمرض اعلم أن الطاعة لا تهلك أهلها ومن كان في معية الله لا يحزن ولا خوف عليه وإذا العناية لاحظتك عيونها ننفى المخاوف كلهن أمان تعلمنا من دروس الهجرة حسن اختيار الصديق من هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقه في الغار إنه الصديق أبو بكر رضي الله عنه ناخد اتصال من الأستاذ مصطفى السلام عليكم عليكم السلام إزاي حضرتك أهلا وسهلا أستاذ مصطفى اتفضل يا فاني بس أستاذنا حضرتك كنت عايزة أستفصر في تستور بس فضل دلوقت حضرتك أنا والدي متوفي من حوالي 6 سنين تمام الله يرحم الله يرحم يا سنين أنا ستي بقى اللي هي والدة أبويا من ديسة متوفية من بلعة الشهر تمام فكنت عايزة لحضرتك في موضوع الورس فهو دلوقت المفهوض إنه هو دلوقت إننا لاحق إننا نروح مثلا أتصرب بالورس ده مثلا في بيت ستي عندها ما شاء الله وبيت عماره تمام فأنا والدي كده كده أصلا ما فيه شغال اتنين عمامي وعمتي ووالدي كده كده متوفي أنا وفود أنا ابنه فأنا بسأل حضرتك أين فعلا أنا أخذ الورس ده مكانا والدي وعلا أنا كده ما ليش دعوه حاضر تمام حاجة جاوبك يا أصلا مصطفى مش شكرا فضل يا مش شكرا جزيلا أخونا الكريم بيخبرنا إن والده توفه الله منذ عدة سنوات نسأل الله تعالى أن يتغمده بالرحمة والمغفرة هو وسائر موت المسلمين وكانت الجدة اللي هي أم الأب على قيد الحياة طبعا بعد وفاة الأب أم اللي موجودة دي لها أنها ترس فيه السدس تمام سواء أخذت حقها أو تنازلت عنهم نكمل فيما يكون بعد أن نأخذ فاصل قصير إن شاء الله عدنا إلى حضراتكم مرة أخرى أيها المشاهدون الكرام مع سؤال الأخ الكريم الأخ الكريم بيقول لنا أن جدته كانت على قيد الحياة بعد وفاة والده يعني الإبن توفاه الله وأمه عايشة ذكرنا أن الأم في هذه الحالة بترس السدس إذا تنازلت عن نصبها هذا وشأنها بعد فترة من الزمن الجدة توفاها الله فالحفيد بيسأل هل يرس حق أبيه في جدته أم لا طبعا هو بياخد الحق بالوصية الواجبة بما لا يجاوز الثلث بمعنى إيه الكلام ده يعني لو افترضنا مثلا أن الجدة عليها رحمة الله لها منزل 8 و 6 مليون ومش عندها إلا ولدين معنى كده أن الولدين كل ولد منهم هيطلع نصيبه 3 مليون طيب 6 مليون ده لو هو إجمال التاركة هيبقى التلت كام؟ التلت هيبقى 2 مليون طيب نصيب الولد المتوفى 3 مليون يعني أكتر من السلس أكتر من 2 مليون يبقى هيقلل حتى يصل إلى السلس طب لو جاهل نصيب أقل من السلس أو في حدود السلس بياخدوا أولاده طبقا للوصية الواجبة يعني بنبدأ هو ما ذكرش الورص الشرعيين كلهم لكن طبعا لو فيه زوج بياخد الربع وبعد كده لتذكر مثل حظ الأنسيين المتوفى أولاده بياخدوا نصيبه لكن فيه بما لا يجاوز السلس طبقا للوصية الواجبة ناخد اتصال من الأستاذ السامح السلام عليكم أيها لو سمحتا نكون أسألك دكتور سؤال يعني فضل السؤال الأول دروس المستفادة من الهجرة والسؤال الثاني معلاش أسخل عليك يعني فضل بالنسبة للوقاية من الحسد حاضر والتحسين من الحسد والعين يعني وبارك الله فيه وإن كنت معلوماتك جميلة جدا دكتور ومنور الشاشة والله شكرا للأستاذ سامح جزاك الله كنا فيه وقب الله منكم صالح الأعمال جزاك الله بارك الله تفضل وأخونا الكريم الحقيقة سأل السؤال الأول اللي احنا كنا بنتكلم فيه الدروس والعبر المستفادة من الهجرة أخذ الحذر والحيطة الأمانة حسن اختيار الصديقة الأخذ بالأسباب كذلك حب الوطن كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك من اعترافه بقدر مكة مجاهدة النفس أن يترك الإنسان ما يحب طاعة لله وامتثالا لأمر الله عز وجل بالنسبة لسؤال الوقاية من الحسد من المعلوم أن الحسد حق وتحدثنا عن هذا الأمر قبل ذلك الوقاية من الحسد والسحر والجان ده بيكون بذكر الله عز وجل وأقوى وقاية هي قراءة سورة البقرة في البيت وذكرنا لما تيجي تكرأ سورة البقرة لازم تكرأها بصوتك الحي يعني ما تشغلهاش على التليفون أو على الراديو أو على التسجيل اكرأها بصوتك الحي وتكون على طهارة تكون متوضع وتكون مستقبل القبلة وتكرأها قراءة كاملة من أولها لآخرها متصلة بدون ما تفصل بفاصل عشان تكون سلاح قوي والرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بصورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة كذلك وجود التمر في البيت وإنك تبدأ فطارك بإنك تتصبح على سبع تمارات عجوة ده بيكون تحصين قوي جدا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من تصبح في يوم بسبع تمارات عجوة لم يضره ذلك اليوم ما الس ولا سحر ولا سم كذلك الحفاظ على دعاء إبطال السحر بعد كل صلاة لو أنت شكك أن فيه حسد أو سحر تقول اللهم إنك أقدرت بعض خلقك على السحر والشر ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضر فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله دايما قراءة سورة الإخلاص والمعاوزتين ولو في أطفال صغار بتعوذهم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة وإن شاء الله ربنا يحفظ الجميع كان من الأسئلة اللي لم نجب عليها وعدنا بالإجابة عنها أيضا الأخ الكريم اللي كان بيسأل وبيقول إنه هو خاطب والخطوبة اتفسخت أو حصل انفصال والشاب كمشردين يرجعوها له طبعا موضوع الشاب كده يا جماعة فيه ثلاث مواقف الموقف الأول لم يحدث عقد الموقف الثاني حدث عقد ولم يحدث دخول الموقف الثالث حدث عقد ودخول الحكم بيختلف في المواقف الثلاثة عشان نكون فاهمين الحكم الشرعي إيه لازم نعرف إن الشابكة في العرف بتاعنا بتعتبر جزء من المهر اللي بيقدمه الزوج للزوجة أو الخاطب للمخطوبة مقابل وعد بالزواج إذا لم يتحقق الوعد بالزواج يبقى إذا ملهاش تاخد منه أي حاجة يعني المفروض إن هي ترديله الهدايا بتاعته بما فيها الشابكة والدليل على إنه من المهر إنه هو بيتكتب في قيمة المنقولات الزوجية حنكمل بس ما ناخد اتصال من مادام سعاد السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله بضالي يا فن بضالي يا فن تمام بس زي ما عندش اهمية خالص آآ مصروف البيت مصروف شخص لي حاجة دي كده ما فيش عايزة لبس الولاد كده وهو حالة المادية كويسة جدا يعني حالة المادية هي كويسة جدا خالص آآ حماتي موجودة معي في البيت بس آآ يعتبر هي اللي ما ست روابط البيت بحاس حال هو غلط إن أنا لو ناخد منورات وجبت لولادي حاضر أجاوبك إن شاء الله بضالي يا مادام سعاد بنكمل طبعا الموقف الأول بتاع الشبكة احنا قلنا إن الشبكة دي تعتبر جزء من المهر وعشان كده بتكتب في المنقولات الزوجية وفقا للعرف نكتبها في الأيمة الأيمة اللي بتكون من حق الزوجة وما تعرف عليه الناس وإن لم يخالف الشرعة فهو شرع والمهر اللي بيقدم من الخطب المخطوبة ده نظير وعد بتحقق الزواج إذا لم يتحقق الزواج يبقى إذن كل الهدايا اللي أخدتها المخطوبة من خطبها المفروض إن هي ترد إليه ومن حقه سواء هو اللي سبها أو هي اللي سبته الأمر هنا متساوي لم يحدث عقد يبقى هي بترجع له الشبكة بتاعته كاملة والهدايا بتاعته كاملة طب حصل عقد وما حصلش دخول بتاخد نصها وتدي له النص طيب حصل عقد ودخول أصبح مالوش حاجة الوقتي وآتوا النساء صدقاتهن نحلة لكن ما حصلش عقد ولا حصل دخول يبقى إذن الشبكة من حق الخطب الأخت الكريمة مدام سعاد بتسأل هي متزوجة من فترة والزوج رغم أن ربنا موسع عليه إلا أنه بيبخل على أهله بالمصروف وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وقال ليس منا من وسع الله عليه ثم ضيق على أهله وعياله وربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن لينفق ذو ساعة من ساعته طبعا إحنا عارفين لما هند من تعود بقى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له أن زوجي أبا سفيان رجل شحيع يعني بخير لا يعطيني وأولادي ما يكفيني فهل آخذوا بدون علمه نفس السؤال اللي أختنا الكريمة بتسأل فيه طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم صرح لها بذلك قال لها خذي ما يكفيكي وولدكي بالمعروف بمعنى إيه أن الزوجة ما تاخدش عشان تتداخل أو تحوش أو تتصدق لا تاخد اللي يكفي مصروفها ومصروف أولادها خذي ما يكفيكي وولدكي بالمعروف إنما ما تاخدش عشان تتداخل أو عشان تدي الناس أو شيء من هذا القبيل إذن مباح إن هي تاخد بدون علمه مدام هتاخد على قدر ما يتصلبه البيت مصروفها ومصروف أولادها ولا حرج عليها ولا اسم عليها في ذلك لكن إحنا بنوصي كل زوج إنه هو يعطي حق البيت كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول لأن في بعض الناس ممكن ينفق على ملزاته وعلى مزاجه ويجلس على المقهى ويشرب الشيشة أو يشرب الدخان أو ينفق أمواله في خمر أو في ميسر أو فيما شبه ذلك والعياذ بالله ويقصر في حق بيته فهذا صارق قوت أولاده وسيحاسبه الله عز وجل على ذلك اتقوا الله في أولادكم اتقوا الله في نسائكم اتقوا الله في بيوتكم الأخت الكريمة إيمان اللي كانت بتسأل عن بتقول إن أمها ميتة ولها أخين الأخين دول ما أطعينها بسبب المراس بسبب مشاكل المراس طبعا من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل الجنة قاطع رحم عشان نكون عارفين والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أجدر بأن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم طيب أنت موقفك إيه الوقت هم من أطعينك أوصلهم ولا ما أوصلهمش لا أوصليهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعف عن من ظلمك وأعطي من حرمك وصل من قطعك وأحسن إلى من أساء إليك ولا تخن من خانك توصليهم وعتخد أنت من حسناتهم حتى لو هم أطعوك نخل اتصال من الأخت آمة الله السلام عليكم السلام عليكم فضل يا فن ألا يخليك يا رب أنا يعني زوجة وقاعدة بلد غير بلدي يعني بس إيه عندي مشكلة كده نفسي مش راضي عنها إني مثلا لو حد قال حاجي جداني يعني أنا إيه أروح أقولها للتاني وأنا زعلانها جدا من نفسي يعني ومش هارف أعمل إيه في الموقف بتقولي مشكلتك إيه الصوت مش واضح يعني يعني مثلا لو بنت المتجوزة جالت لي حاجة وتكلمت معايا وكده فجأ أخوي أختي عندي قال جا نفسي اللي جالتهولي بتي قلتهولي تمام تمام وصلت شكرا جزيلا وأنا يعني بعد كده بحس بالندم والزعل ومعرفش يعني أنا ليه كده حاضر إيه السبب يعني أنا يعني مريضة ولا ولا يعني أنا مش متعلمة يعني لو حكت معايا بتي وكده يعني فجأت عادية شكرا وصلت الرسالة على حضرتك شكرا جزيلا حاضر تفضلي الأخت الكريمة طبعا بتتكلم عن داء من الداءات اللي يجب أن نتجنبها وهو النميمة ولازم نعرف أن النميمة من أسباب عذاب القبر رسول صلى الله عليه وسلم مر على قبرين قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرق من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة فالإنسان ينبغي أن يحذر أن يفسد ذات البين أما الأخت اللي كانت بتحلم بتعبين فالتعبين دي عبارة عن أعداء وأما الأخت اللي كانت بتقول أن فيه شخص بيظهر في المنام على إنه عريان فده بيكون نقص في دينه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أمتي في قمص يعني في ثياب ولما سئل عن القمص قال القمص هو الدين أو الثياب هو الدين فالإنسان اللي بيظهر في المنام بثياب ممزقة أو ثياب رثة أو بلية يدل على نقص في دينه والعياذ بالله نسأل الله تعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا مناهيه وأن يجعل مستقبل حالنا خيرا من ماضيه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا لحسن متابعتكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته